شكرا جميعا شكرا لك سيد بلينك من يسرني العودة إلى واشنطن التي كنت أعيش بها بسرور وخدمت فيها كسفير في الولايات المتحدة إنه دافع سروري كبير بأن أتكلم مع صديقي توني خاصة في مجال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر وأريد أن أشكرك جدا على استقبالك الحافل والنقاشات البناء التي تقسمناها وقمنا ونحن حتى في اتصالاتنا الهدفية أو في لقاءاتنا وجهنا وأنا أنتطلع دائما لأستمر في تحسين هذه العلاقات الإنسانية والمهنية مع شخصك الكريم وأتمنى لك كل خير الموجودون حاليا هنا الذين يمثلون الحكومة المصرية في الولايات المتحدة ونحظرون عن التزامهم بتحسين العلاقات المصرية والأمريكية عبر الشرق الأوسط ومنطقة يقدم الكثير من التحديات ونحن نعتقد بأن العلاقات المشتركة أو الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر هي مهمة جدا من أجل المحافظة على السلام والإزهار وأعتقد بأن الشراكة بين البلدين هي حجر زاوية للإستقرار في المنطقة لعشرات السنين قمنا وتعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الثنائية وخاصة تحسين الأوضاع في المنطقة والولايات المتحدة ومصر هما حاليثان يشتركان في العديد من الرؤى المشتركة ومن مصلحة البلدين بأن تتحسن هذه الحلقات ولا وقت إطلاقا إلا أن نحسن هذه العلاقات الاستراتيجية بين بلدين في السنين العشرات السابقة مصر تمكنت من تحسين أوضاعها ومن تمتين استقرارها وبالتحولها إلى قوة إقليمية وازنة ولدورها الدور الكبير في استقرار المنطقة ونحن نثمن عاليا العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق تلك الأهداف بما ذلك الأمن ومحاربة الإرهاب ومحاربة التطرف والتطرف الإيديولوجي ودعمنا في تحسين كل تلك التحديات في التغلب على كل تلك التحديات خاصة تلك في المجال الاقتصاد نحن نصق بشكل كبير بين بلدين من أجل مواجهة جميع التحديات على سبيل ذلك في غزة التعاون الأمني والتنسيق الكبير مكننا سويا من عودة من تعزيز الاستقرار في المنطقة التدريبات العسكرية المشتركة في شهر سبتمبر السابق والاجتماعات بين قادتنا العسكريين سابقاً عززت من التعاون العسكري بين بلدين بالإضافة أيضاً إلى التعاون في المسائل الاستراتيجية وطبعاً ساهمت في تعزيز دور الولايات المتحدة في الشرق الأنصد العلاقات بين المصرية والولايات المتحدة لا تقتصر فقط على الأمن والاستقرار ولكن أيضاً علمية واقتصادية وثقافية وهي مجالات تقدم المناسبات من أجل تعميق أواصر الصداقة بين الشعبين لذلك نحن ندعم من أجل توثيق هذه العلاقات لمصلحة بلدين بما فيها التجارة والبحث العلمي شكراً للمشاهدة